موسيقى مساء الخير وأهلا بيكو حل أجديدة وكلمة أخيرة هذا هو اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة عشرين أربعة وعشرين بعد ساعة من الآن تغلق الصناديق ويبدأ الفرز مباشرة مساء اليوم وغدا وترسل النتيجة إلى الوطنية للانتخابات التي تعلنها يوم الاثنين المقبل 18 ديسمبر طبقاً للجداول المعلنة يعني يوم الاثنين المقبل سيعلن اسم الرئيس الجديد لمدة ستة سنوات قادمة حتى عشرين تلاتين أما سيكون الرئيس السيسي وهذا يعني في أغلب التوقعات في فترة ولاية ثالثة وأخيرة أو يكون أي من المرشحين الثلاثة الآخرين سنترك الأرقام لإعلان الوطنية للانتخابات اللي قالت النهاردة على لسان المستشار أحمد البنداري المدير الجهاز التنفيذي بها أن نتيجة المشاركة ستكون تاريخية بفضل الإقبال على التصويت خاصة في اليومين الأول والثاني اللجنة قالت أيضا أنه لا صحة للشائعات أن هناك يوم رابع للتصويت وحنقول لكم ماذا حدث في المؤتمر الصحفي للجنة الهيئة الوطنية للانتخابات إذن وبناء على ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمس من أن نسبة المشاركة قاربت على 45% وبناء على مشاهدتنا النهاردة من استمرار الإقبال فطبعا متوقعين أن يرتفع الرقم اللي هو 45% اللي هو بيوازي 30 مليون مواطن مصري أن يرتفع هذا الرقم وهذه النسبة ربما لتكون أعلى نسبة مشاركة في انتخابات رئاسية على الإطلاق وربما يعني نعدي كمان نسبة 2012 اللي كانت 51.8% هنعرف ده يوم 18 يوم الاتنين الجاي لأننا بالفعل عدينا واكتزنا أعلى رقم وعدد للمصوتين أو المشاركين في أي انتخابات رئاسية يعني 45% اللي علنتها هي الوطنية الانتخابات تساوي 30 مليون مواطن وده أعلى رقم وشاركين ننتظر النسبة ده أعلى حتى من 2012 اللي كان 26 مليون ونص تقريبا ننتظر بقى النسبة أعلى نسبة عندنا زي ما قلنا لكم كانت 2012 انتخابات اللي فيها الاستخطاب الأكبر بين مرسي وشفيق دي كانت 51.8% تلاتها 2014 نسبة مشاركة 47.5% تلاتها انتخابات 2014 دي كانت 41% احنا 45% في يوم ونص يعني نتوقع طبعا ارتفاع هذه النسبة ننتظر أن تعلن وطنية للانتخابات يوم الاثنين المقبل النسبة النهائية والأرقام النهائية أيضا ستعلن اللجنة يوم الاثنين مش بس اسم الرئيس والنتائج ولكن حنشوف أيضا مين اللي حصل على المركز التاني اللي عليه منافسة واضحة يعني المنافسة على الأرض واضحة بين المرشحين حازم عمر وفريد زهران وربما الأصوات الباطلة المنافسة واضحة على المركز التاني فهنعرف يوم الاثنين يا ترى مين أحرز المركز الثاني أيضا وربما تكون هناك مفاجآت وأيضا هنعرف أعلى المحافظات مشاركة في الانتخابات وفي كثافتها الكثافة زي ما قال محللونة جاءت بعمل حزب ضخم على الأرض بين الأحزاب الممثلة للمرشحين والداعمة لهم أيضا عندنا حوالي سبع أحزاب على الأرض كانت الانتخابات فرصة جيدة لهم أن يلتحموا بالناس يلتحموا بالناخبين نتمنى أن يستمر هذا التواصل لخدمة الناس ولا يتوقف عند الانتخابات فقط أيضا الوضع الإقليمي وما يحدث في غزة دفع المصريين لمزيد من المشاركة إضافة إلى التيسيرات طبعا من العليا للانتخابات أو الوطنية للانتخابات ولجان الوافدين نترك بقى المؤشرات والتوقعات جانبا للوطنية للانتخابات أن تعلنها يوم لتنين ونتكلم عن ما هو قادم هو هيحصل إيه في الأيام المقبلة نشوف أولا بعد الإغلاق النهاردة يبدأ الفرز مباشرة ويستمر حتى غدا طبعا بيحضروا مندوبه المرشحين لازم يكونوا حضرين الفرز علشان يكونوا شاهدين على كل التحركات ثم دا حتى بكرة ثم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان يوم الخميس 14 ديسمبر طيب هتتلقاها ليه؟ لأنه زي ما قلتلكم فيه مندوبين للفرز موجودين من مندوب المرشحين موجودين جنب السنة دي وهم بيفرزوا فيه مندوب لكل مرشح أو وكيل لكل مرشح موجود تبت الهيئة في الطعون يومي الجمعة والسبت 15 و 16 ديسمبر و 18 ديسمبر تعلن النتيجة لو بقى يعني وهذه يعني نسبة طبعا ضعيفة جدا لو فيه إعادة تبدأ الحملات الانتخابية 19 ديسمبر السؤال الآخر اللي يجب أن نطرحه هو متى تبدأ فترة الرئاسة الجديدة ومتى تنتهي وفي هذا جدل قانوني دستوري حننقشه في حلقتنا لكن احنا عندنا مادة من الدستور مادة 140 من الدستور الفقرة الأولى بتقول ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفيه حننقش بقى هذا الجدل القانوني والدستوري في حلقتنا لكن مبدئيا عشان احنا بنحب ننظر للمستقبل بنقول لكم انه يوم 18 عندنا اسم رئيس جديد اما تمديد لولاية الرئيس السيسي او اسم رئيس جديد يوم 18 تعلن كل النتائج ونشوف ماذا سيحدث بعد ذلك يلا نشوف لقطات من اليوم التالت خلاص فاضل يعني 50 دقيقة تقريباً 50 دقيقة وتغلق اللجان في كافة أنحاء الجمهورية 11 ألف لجنة 27 محافظة طبعاً لو فيه ناخبين هيفضلوا موجودين حتى آخر ناخب أمام اللجان ومباشرةً يبدأ الفرز في اللجان الفرعية واللجان العامة النهاردة كان فيه أيضاً إقبال معقول جداً لكن أول يومين ده كان الإقبال الكثيف من الناخبين فالحقيقة إنها غالباً حنشوف أرقام كما قال مستشار بن داري قال حنشوف أرقام تاريخية ترى إيه هي الأرقام التاريخية دي ننتظر العليا للانتخابات يلا نشوف لقطات من النهاردة ونبتدي بقى نحلل اليوم الانتخابي الأخير في انتخابات الرئاسة 20-24 شكراً للمشاهدة